اتكلمت عن فكرة أنه في عوامل كتيرة بتخلي الفيلم ينجح ومش بس الممثل ومن ضمن العوامل دي طبعاً الإخراج ودايماً الممثلين بيقولوا أنه جزء كبير من نجاحهم بيرجع للشغل اللي بيشتغلوه مع المخرجين اللي هما بيشتغلوا معهم لأنه الممثل بيبقى حاسس أنه هو أكنه داخل غابة ضلمة مش شايف غير خطوتين لقدامه هو المخرج اللي بيبقى شايف المشهد بالكامل وعارف هو مستني إيه من الممثل يعني أنت بتدور على إيه في المخرج اللي بتشتغل معاه أولاً شخص يبع عنده رؤية هو شايف المشروع فعلاً إزاي ككل رؤية متكاملة بيسمع أشتر المخرجين اشتغلت معاهم على رأسهم بيتر كونسيمينسكي اللي واخد اتنين بافتا أورد أحمد عبد الله اللي اشتغلت معاه في ليه الخارجي طرق العريان أستاذ طرق العريان ثلاثة بلا استثناء عندهم قدرة ليسمعوا وياخدوا نوت من أي حد أي إن كان كبير أو صغير فده اللي بدور عليه أن حد فعلاً مخرج بيسمع وعنده الفلكسبلتي أنه هو يعني أو عنده القدرة أنه هو يسمع من كل الناس دي ويطلع بحاجة كمان أحسن ماهي أهم الحاجات اللي تعلمتها من المخرجين المهمين اللي انت اشتغلت معاهم؟ تعلمت أهمية إن هما يسمعوا أهمية طبعاً التحضير أهمية إن هما يقوموا مذاكرين كويس قوي هما بيعملوا إيه؟ تعلمت منهم ها هاهم هو دي ا TM ils يبقوا ثقة أصلاً للناس في الـ environment اللي هما بيعملوا فيه كبير مهم جداastically حيث إن هو فعلاً هو موديل الإنتاج يبقوا الباب الأولان وطبعاً الجزء الإنساني المهم اللي بيحصل ما بينه المخرج والممثل أو الممثلين قد إيه حبهم للممثلين؟ قد إيه عارفين أن الناس دي أهم جزء من المنظومة بس هم جزء مهم جداً لأن الممثل لو ما نقلش الحالة بعناه للجمهوري بقى كل اللي إحنا بنعمله ده مالوش أي ثلاثة لازمة